المركز الوطني للأحصاء والمعلومات يشير إلى أن عتد قطع الأراضي الممنوحة بلغ أكثر من 700 ألف أرض حتى نهاية العام الفائت يختثم مخيم إعداد وفد الكشافة المشارك في المخيم الكشفي العربي الذي تستطيفه المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 29 من أغسطس إلى 9 من سبتمبر المقبل انطلقت اليوم فعاليات معرض نسك اثنين تحت عنوان لبيك اللهم لبيك الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ويستهدف الراغبين في الذهاب إلى حج بيت الله الحرام وزارة الشؤون الرياضية تنظم ورشة بلع اللسان وذلك ضمن فعاليات برنامج الشباب في محافظة شمال الشرقية الذي يأتي بهدف استغلال أوقات الشباب واستثمار مواهبهم تفوق العداء الجاميكي أوسين بولت مجدداً على الأمريكي جاستين جاتلين وأحرز الميدالية الذهبية لسباق 200 متر ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى اشتركوا في القناة